تؤكد مليشي الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين شرق المملكة على الرغم من التأكيدات الدولية على أن القصف ليس من اليمن إصرار الحوثيين على تبني عمليات استداف أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يثير الكثير من الأسئلة حول حقيقة العمليات الهجومية التي تبنتها مليشي الحوثي من قبل على السعودية وضرورة إعادة النظر في مصدرها قال الحوثيين إن سلاح الجو المسير التابع لهم شن عملية هجومية واسعة السبت الماضي بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريز في المنطقة الشرقية وهو ما تسبب بخفض إنتاج النفط المتحدث العسكري باسم مليشي الحوثي أكد أن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزالوا في مرمى أسلحتهم وقد يتم استهدافها في أي لحظة بينما أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في مستهل زيارته للسعودية أن الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين السبت الماضي هو عمل حربي شنته إيران وليس المتمردون الحوثيون تبني الحوثيون العملية التي تستهدف إمداد الطاقة العالمية وتؤثر على الاقتصاد العالمي في صورة من صور لعب الأدوار بين طهران وأدواتها في المنطقة وتضخيم مليشي الحوثي وتقديمها كما لو أنها قوة محورية فارضة واقعا لا يمكن تجاوزه وشريك في صناعة السلام ومستقبل القضية اليمنية وصف بومبيو الهجوم بأنه عمل حربي وأن ما يزعمه الحوثيون عن مسؤولتهم كذبا لا يخفي بصمات الإيرانيين عن اعتداء هدد إمدادات الطاقة العالمية الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين وأساس الهجوم لم يكن الجنوب أي من اليمن بحسب بومبيو الذي كشف أيضا أن السلاح المستخدم ليس موجودا إلا في إيران يؤكد العالم أن القصف على المنشاة النفطية ليس من اليمن ولا بسلاح الحوثيين فلماذا يرد الحوثيون نحن المسؤولين عنه؟ ونحن من نتحمل المسؤولية؟